وصلنا الشمال إيران بس وين الروح الشمال إيران ينقسم إلى عدة أقسام أولا مازندران واللي الضم نوشهر وشالوس كلاردشت هاي المناطق تمتاز بالطبيعة والبحر والفلل والأقوخ لكن تكون نسبة الرطوبة مرتفعة في النهار فقط كلاردشت جوه مارتها يكون بارد وما بي أي رطوبة لكن عبها الوحيد انه هي صغيرة والأسعار تكون مرتفعة لأن غالبية الناس اللي تزورها على مدة جوه مارتها يكون بارد ثانيا قيلان أنا دامنا صاحب قيلان متوفر بها مناطق طبيعية والعظمائية وترفيهية وكذلك الجو مارتها في بعض المناطق يكون بارد وبيها شلال وكذلك البحر ثالثا أردبيل وما أدراك ما أردبيل الجو البارد والطبيعة الحلوة وجود أنواع العسل ومكسرات والناس الطيبة وتعاون الناس هناك أفضل أماكن لسه كان بهذه المحافظات إذا أتيت تسكن مازندران وجو بارد فأفضل شي وأفضل خير إذا أتيت تسكن قريب على البحر فأفضل إليك تسكن برامسر أما إذا أتيت تسكن بقيلان فأنا أفضل لك تسكن بمنطقة بندر أنزلي سيروبرشت أو فومن تكون أفضل وأرخص من رامسر وإذا أتيت تسكن في أردبيل أسكن منطقة سمسرعين هي أفضل شي وأبرد شي وتكون قريبة على الماكن السياحية والعيون الكبريتية لا تنسوا أن تشاركون هذه المعلومات لجماعتكم وتقولون أن أفضل منطقة سكنت بها بشمال إرام ترجمة نانسي قنقر